طيب دكتور محمد يعني كل أدئين المفروض أن البنائي دم عمتني يعمل تحاليل دم علشان يتأكد أو يتطمن على الفيتامينز داخل الجسم ومحتاج إيه ونقص عنده إيه أو كده معظم المجالات المهم تقولك ستة شهور كل ستة شهور فيه ناس بتعمل أقل من كده فيه ناس تعمل كل تلاتة بس هي يعني الأفريج الطبيعي أو الرينج الطبيعي أننا نعمل كل ستة شهور طيب لو هنتكلم بقى عن أنواع الفيتامينز وكل فيتامين مسؤول عن إيه يعني خلينا مثلا نبدأ بفيتامين كاف عايزة أعرف هو يعني مسؤول عن إيه فيتامين كي فيه ناس كتير ما تعرفش فيتامين كي من ضمن أسباب السيولة إنه نحن مثلا عنده السيولة في الدم إنه هو عنده نقص فيتامين كي فيتامين كي مسؤول من حاجة اسمها كيو أجيليشن مسؤول عن التجلط ففيه ناس كتير جدا بيبقى عندهم نقص فيتامين كي فبتالي أول مثلا بتلاقي عنده حاجة اسمها بليدنج يعني دايما بيبقى عنده السيولة من الإخ كده اللي هو بيتعور كتير بينزل دم كتير وهكذا فيتامين كي مهم جدا لموضوع السيولة موجود في حاجات كتير زي موجود في الوراقات الخضراء مثلا نحن السبانخ البروكلي الحاجات الجرجير كل الفاكه اللي هي إيه أو الخضراءات اللي هي لونها أخضر بس ده من ضمن الحاجات إنه لو حد عنده سيولة تشك فيتامين كي شوف عندك نقص والله وهتلاقي نقص في أغلب الوقت طيب إيه بقى أهم الأغذية اللي فيها يعني فيتامين كي هي الوراقيات الخضر عمتا اللي هي الجرجير الخاص البروكلي الحاجات دي كلها دي موجود فيها فيتامين كي بشكل كويس طيب لو هنتكلم بقى عن فيتامين دي وده دايما كنا بنسمع إنه لو حد شعره بيقع في فيتامين دي لو حد عنده مشاكل في بشريته فيتامين دي فهل دي حقيقة وبرده عايزة تكلمني أكثر عن فيتامين دا ونلاقيه برضو يعني فأني هي أغذية هو فيتامين دي هو طبعا فيه حاجات مسؤول فيه عن الشعر الدوافر وهكذا لينه علاقة له برضو علاقة بالكالسيوم فيتامين دي هو زي بالبلد كده زي العربية اللي بتنقل الكالسيوم بتخليه بتوصلها للمعدة عشان جسمك يمتصها فلما أنت عندك نقص في فيتامين دي هيبقى عندك مشكلة في نصاص الكالسيوم فده ممكن يقدي أصلا لقدام لإيه لها شاشة العزوم طيب اللي عنده بقى نقص في فيتامين دي بيبقى عنده مشاكل تانية غير الإيه غير كمان الصحة زي مثلا نقصان الوزن فيه ناس كتير جدا تليهم سابتين في الوزن منهم عاملين دايت أو هكذا بسبب أن فيتامين دي عنده قليل ففيتامين دي أساسي لازم تداما تتشك بالتحليل انت موجود عندك نسبته عالية ولا لأ أو نسبته قليلها ولا لأنه هو مش من الفيتامين زي اللي انت بتاخديها كده يعني بروفلكتك يعني بروفلكتك يعني بروفلكتك يعني وقائية لا تأمل تحليل تأكد ان انت عندك ناقص ولا ناقص وتأخد اللي ايه تدى تأخد دوة مش ناقص بتسيبه زي ما هو بس طبعا بتأكل الأكل اللي فيه فيتامين دي زي أكتر حاجة فيها الصدفيات زي مثلا الباكلاويز الجندفلي الأويسترز الحاجات دي برضو موجود بالنسبة كبيرة في صفار البيت فدايما اللي بيأكل دائما في يأكل بيت دائما وبيشرب طبعا حاجة اسمها فورتيفايد ملكس يعني دائما معظم الألبان دلوقتي اللي موجودة في السوق بيأكل موجود فيها يعني متدعمة فيتامين دي فدي طبعا دي برضو من المصادر الكويسة قوي دي فدايما عايز تأكد ان انت ما عندكش فيتامين دي طبعا التحليل وفيه برضو سنتنز اللي فيتامين دي أعراض زي فيتامين دي زي عدم نقصان في الوزن والكسل والكسل اللي عندك مشكلة في الضافر في الشعر وهكذا بس عايزين نتأكد تحليل هو نمبر وان طب هل لو زاد بيكون في خطورة ولا يعني بنسمع مخزون فيتامين دي او زادة فيتامين دي بتعمل مشاكل تانية؟ تعمل مشاكل طبعا هو هو فيتامين ما ينفعش يزيد ولا ينقص يعني هو لازم يبقى within the range علشان لو انتي زاد عندك هيبقى فيه برضو مشاكل مع الكالسيوم فبالتالي مشاكل بقى مع القلب وهكذا فلا احنا مش عايزينه زيد ولا عايزينه اي ايه ولا عايزينه ينزل عايزينه في الرينج بالزبط طيب فيتامين بي بقى عايزة برضو اعرف منك مسؤول عن ايه وايه اعراض نقصه في الجسم؟ في مرض مشهور قوي لنقص فيتامين بي حتى هو اصلا يعني الناس كنا منوعنا التاري عليه واحنا صغير يسمه البيري بيري البيري بيري ده بيبقى المرض ده بيبقى دايما اللي بيعاني منه بسبب نقص فيتامين بي بيبقى عنده مشاكل واجهات دايما في العضلات جسمه من الاخ كده زي بيكسر عضلات بشكل ايه؟ بشكل كبير فمن ضمن الاعراض المشهور قوي فيتامين بي بيبقى مثلا حد عنده ايده فيها رعشة عنده سكين راش يعني عنده مثلا بيبقى عنده حبوب كتير منتشرة في جسمه التامين بيروح الجم بس بيحس ان هو تكوينه العضلات مش قوي لعلاقة اصلا زي الدورة الدموية وهكذا فدايما فيتامين بي مهمة جدا لأي واحد اصلا اكتف يعني اي واحد ستايل يومه ان هو بيتحرك كتير بيعان ما يكون كتير لازم فيتامين بي يكون موجود عنده بنسبة كويسة طبعا ده بناخده ممكن ناخده من الاكل زي اشهر المصدر ليه هو الكبدة واللحمة الحمراء وبعدين يجي صدور الفراخ مصدر المصدر الكويسة جدا ليه وده نقدر ناخده ممكن ناخده وقائي يعني فيه ناس تقدر تاخده بشكل يومي طبعا بنسبة بسيطة من الحبوب او السابليمينس اللي بره هنا طيب دكتور محمد ايه اهمة برضو الفيتامينات التانية اللي موجودة داخل الجسم اللي احنا محتاجينها اللي احنا محتاجينها طبعا يعني مثلا زي ما قلت لك عندك بيتامين اي ده مرض اكسادة قوي جدا بيتامين اي بيتامين اي يعني فيه ناس عندها مشاكل دايما في الرؤية الليلية يعني هو مثلا بالليل بما عنده مشكلة ان هو مش عارف يشوف كويس بالليل ده فيتامين اي فيتامين اي في الحتة دي بيلعب عليها فلو احنا اتأكدنا ان فيتامين اي بنسبة كويسة في جسمنا طب ازاي يعني يا دكتور حد برضو يفرق ان هو نظره ضعيف بالفعل هو واحد نظر ضعيف خلاص اه اصلا هو نظر ضعيف هو عارف ان فيه مشكلة لكن فيه واحد تلاقيه مثلا ديه معروف اسمه نوعي بضعي النس هو مش هو نظرك وعادي عمر ما اشتكى من نظره بس هو بدأ بالليل ما بدأش بدأ يشوف بدأ يطلع له مشاكل مشاكل تانية في الايه في السكن وهكذا فلا يقول لك فيتامين ايه في نقص فيتامين ايه طب وفيتامين ايه موجود فاني ها اكل بورتواني يعني زي يعني مثلا عندك البطاطا مثلا عندك كانتالوب الحاجات دي وليج يواكل اللي هو السفار البيت عندك من مصادره كويسة قوي فيتامين ايه في الحاجات اللي انا اقول لك عليها معظم الحاجات اللي منها بورتواني بتلاقي فيتامين ايه موجود فيها طب ويه تاني بقى غير فيتامين ايه برده ام 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 مسلا إحنا بنتكلم احنا اقولنا فيتامين ايه وقولنا ايه وقولنا سي وقولنا زينك بنضغى من حاجات المهم هذه موجوده برضه موجود في اللحم الحمراء وموجود في النيفة المكسرات الموجود في السبانخ وبروكلي احنا كده كده احنا قلنا معظم الحاجات الاي والبي والسي والكي وقولنا ال transmitted فدي أهم بصادر أو أهم البايتمينز اللي أنت محتاجة أن أنت دايما تتأكيد أنه موجودة في جسدك